اشهد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بما تمثله موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة 2019-2022 من خطوة مباركة في طريق تحقيق التطلعات المشتركة للسلطتين التنفيذية والتشرعية لمواصلة البناء والمضي قدما في ترجمة الرؤى السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفداء يده الله من اجل مستقبل اكثر ازدهارا ونماءا للبحرين وشعبها وقال سموه في تصريح له عقب موافقة مجلس النواب اليوم على برنامج عمل الحكومة للسنوات الاربع المقبلة ان التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشرعية سيظل ركنا اساسيا في مسيرة العمل الوطني وداعما قويا لاستمرار التنمية والبناء على الانجازات التي تحققت وتطوير الخدمات والسعي الى اضافة المزيد من المكتسبات للمواطنين واكد سموه ان التوافق الحكومي البرلماني على برنامج عمل الحكومة يجسد روح التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشرعية والرغبة المشتركة في الانطلاق نحو افاق اكثر طموحا تؤكب متطلبات المرحلة الراهنة وما تشهده من تحديات واعرض سموه عن شكره وتقديره الى معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب والسادة النواب على موافقتهم باغلبية الاصوات على البرنامج وما اتسمت به مناقشتهم للبرنامج من رؤية تعكس حرصا ووعيا وطنيا مسؤولا يضع مصلحة الوطن في مقدمة اولوياته واشاد سموه بالروح الايجابية التي سادت اللقاءات والمشاورات الحكومية البرلمانية وما تبعها من مناقشات هادفة داخل مجلس النواب وصولا الى الموافقة على برنامج عمل الحكومة وما اجتمل عليه من خطط ومبادرات غايتها تعزيز المكتسبات الوطنية كما اثنى سموه على الجهد الذي حققه فريق العمل الحكومي خلال عمله وتعاونه البناء مع مجلس النواب في اقرار برنامج عمل الحكومة فلهم منا جميعا كل الشكر والتقدير واكد سموه ان تعاون الحكومة مع السلطة التشرعية تميز على الدوام بالثقة والاحترام المتبادل والشعور بالمسؤولية الوطنية والحرص على الدفع بعجلة التنمية الى الامام من اجل تحقيق المزيد من الانجازات وقال سموه اننا على اعتاب مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني وفي ظل متغيرات وتحديات اقتصادية عالمية وسوف نعمل يدا بيد وبكل عزم وطموح مع السلطة التشرعية في كل ما يقوي اقتصادنا والبناء على المكتسبات التي تحققت للوطن واضاف سموه اننا جميعا شركاء في بناء ونهضة الوطن وغايتنا هي مواصلة جهود التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وستمضي البحرين بمشيئة الله وبتكاتف شعبها وكافة الاجهزة في السلطتين التنفيذية والتشرعية لتحقيق المزيد من الانجازات التي تلبي تطلعات وطموحات مواطنين واكد سموه ان الحكومة ستباشر جهودها لتنفيذ الالتزامات الواردة في برنامج عملها في مختلف القطاعات وفق الاولويات التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتكفل الاستخدام الامثل لموارد الدولة وجدد سموه التأكيد على اهمية تعزيز التعاون الجاد والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشرعية بالشكل الذي يجسد الشراكة الفعلية في بناء الوطن وازدهاره منوها سموه الى حرص الحكومة على التفاعل الايجابي والسريع مع كل ما يطرحه مجلسان نواب والشورة في اطار ممارستها لدورهم الرقابي وبما يتفق والادوات الدستورية وشدد سموه على ان غاية الحكومة هي توفير متطلبات المواطنين من مختلف الخدمات بجودة وكفاءة عالية وانها ستعمل على تعزيز المشاركة البناء بين السلطتين التنفيذية والتشرعية لصنع المستقبل الذين تطلعوا اليه جميعا وفق ما توافقت عليه ارادة الشعب نحو مزيد من المكتسبات التي تحقق الرفعة والنماء للوطن